اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى دكتور عماد عوض رئيس منس إدارة جماعة البروة الطاقة المصرية أهلا بحضرتك معنا وهذه الآية الكريمة اللي يعني ما فيهاش لبس يعني اللي هيديه وهو بيتقي ربنا الدنيا بقى هتتيسر له أموره تتيسر له وتفتح معان بإذن الله إن سعيكم لشدة سعي الناس متفرق كتير أولا أيوة لكن ربنا خص السعيين مهمين أولا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة العطاء جزء من الطاقة لأن ربنا أقدمه على الطاقة معي العطاء جزء من الطاقة فإزاي ييجي هو في الأول أيوة لأنه أهم شيء في الطاقة هو بداية الطاقة نقطعتي إيه اللي يحصل لو أنت أعطيت واتقيت ربنا أيوة فسنيسره لليسرى في الدنيا وفي الآخر واليسرى دي اسم من أسماء الجنة أيوة كمان يعني أنت ربنا هيسر لك طريقك اللي به في الدنيا توصل في الآخرة للجنة وأما من بخل واستغنى القسم التاني بقى واستغنى قال مش عايز حاجة من ربنا أنا مش هساعد الناس كونك ما تساعدش الناس أنت استغنىت عن الناس استغنىت عن دعوات الناس استغنىت عن معية الله للناس وبالتالي استغنىت عن معية الله لك وكذب بالحسنة كذب كمان مش مصدق أن فيهم قيامة إيه اللي هيحصل فسنيسره للأسرة قابل بقى هتقابل هموم لحسرى ده هيديك في الدنيا شوية عشان تصدق اللي انت فيه وبعد كده هياخذك أخذ عزيز المقتدر وساعتها تندم هتشوف الخراب بعينك في بيتك وفي نفسك وفي عيالك وفي كل شيء وفي شغلك لأن انت بخلت تمام فليما نبقاش كلنا ممن أعطى واتقى عشان احنا كلنا محتاجين كده محتاجين نعطى للفقير عشان ربنا يدينا عطأنا للفقير هندينه ايه ده احنا بنتحيل عليكم عشان تساهمه في حالة او تعمله سقف انت اللي هتساهم في سقف بس ربنا لما هيديك هيديه حاجة تاني هيديلك أصر في الجنة بلا حدود ومصنوع من ذهب وفضة وا 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 شوف تعطاء ربنا فهنا خلي بالك يا جماعة وخليكم معا فأما من أعطى واتقى طيب احنا الحلقة اللي فاتت كنا عارضين حالة كده للمرة التانية كان حد كده شخص عفيف كده وكان محتاج حاجة فكرني كده بيه دي ومعبدالله عرضناها الحلقة اللي فاتت بس الحمد لله ومعبدالله دي بطل أيوة أنا فكرت جزها كان واعمل عن السقالة صح صح وجاله زي شلل رباعي منايم وبتربي ولاد وبتربي ولاد وبتربي ولاد أنا فخور إن أنا مع جمهور النهار ناس محترمة ناس خيرة جدا ناس راحت هناك فعلا ناس تبرعت بعد الحلقة بتاعتنا مازالها ماشاء الله فأنا عايز أقول بس للناس إن إحنا لما جينا نشتغل في البيت اكتشفنا إن البيت بتاخده ما عنداش بيت تمام الحمد لله إحنا روحنا أجرنا شقة تمام وجاري ترتيب أمورها كلها بفرشها وفي كوشك ده هي كانت عايزة البيتش توضب وكانت عايزة برضو شهريات كنا قلنا هنجيب توك توك بس لما جينا ننفذ التوك توك لإلى الوقت لسه صراحة تلتة إعدادة حرام هيعط وش هيكمل دراسته فهتبقى مشكلة بقى احنا كده خربنا ما نفعناش فقولنا خلاص فيه كوشك هنفرشه على أرقى مصطقى في منطقة كويسة جدا ويبقى مصدر عايش لها كويس جدا وكل ده خلاص الحمد لله يعني متشكرين لحالة أم عبدالله خلاص قريب بقى هنشوف الإنجاز بإذن الله تمام كان في حالة حضرت زورتيها في الإسماعيلية برضو من الحالات اللي تتساعدت والنهار ده معنا حالة صعبة جدا بس هنشوف برضو إنجاز كعادتنا عشان إحنا هستغزلنا من الجمهور المرة اللي فاته ما نزعش إنجاز خلينا نروح نشوف الإنجاز عملته إيه بالضبط ونرجع نكمل حلقات اسمي سالم محمود السعي كنت متوقع بصراحة إنهم تتجونا كده في صراحة كده أنا كنت طالب من ربنا فرشة وطالب ما عنديش تلاجة برضو ولا عندي حالات كهربائية خالصة وإنه هاما بعد سانع بالميبونة وفان أنت وجيته على طول في مرحلة شهر كنته عندي بيته جبت لنا فرش سريرهول ولاب تسليحة وصالون بره أقدر دلوقتي حتى لو حد جاري يقدر حتى تفتريح أما الأول ما كانش عندي حاجة خالص وأنتي بداية لما حد يجيني ومش عادت حد يجيني آخر لأنني ما عنديش إمكانيات مجيوعة وانتوا جيتوا وفقيتوا أفضي خالص ولا كان في معاد معاكم ولا كان أي حاجة خالص لانتوا جيتوا بالظلوب بمضايق والله أنا مبسوط فعلا حتى ربان سعيد بيكم مضال عظيم يعني الأول برضو كتفرش أي كلام ما كانش بتاحت كنتش امتلك لكن دلوقتي دي أنا امتلك فالثان مبسوط برضو يعني يشكر الناس اللي بعتت الحاجات دي يشكر ألف شكر وربنا يجعلها في ميزان حسنة ربنا يسترها معاكم ويخليكم تبعوناً للمحتاجين وهو لجماعتين البرو التقوى ربنا يزودك ويقويك ويخليك يعوناً للغلباء للغلباء والمساكين والمحتاجين لأن انتوا فعلاً بتلفوا وبتمشوا وبتدوروا المحتاج وبتسعدوا وبتسجولوا في أسرع وقت واندو تشكروا ألف مليون شكر لديكم أنا أشكر جمعيتي البرو والتقوى وأشكر كل إنسان شافني هو في جنب مني أنا نفسي تكمل الفرحة بتاعتي وتزورون الرسول عن اسمه السلام نفسي زوري منك يعني دي منياتي في الدنيا حتى لو راحت ماتي ناكي وبقلبنا عن ضرطة من ضمن الحالات اللي تم تصويرها في رمضان كان في برنامج بر وفرحة ويعني تقريباً عملنا له اللي هو محتاجه الحب لله وكل الحالات اللي حركت صورتيها في بر وفرحة تساعدت كلها الوقت فربنا يجزي خير كل المتبرعين اللي معنا وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله بإذن الله طيب هو يعني نفسه بقى يطلع عمره ونفسه الحاجات دي أنتوا بتساعدوا فيها ولا بيحسن لا لا وقفنا الكلام ده لأن أصبحت مكلفة جدا وفيه أولويات أكثر منها إنما هطلع عمره النهاردة معلش باربعين ألف ليه هو ربنا عز وجل اللي جعل العمره والحج ده هو جعل الحج يسقط عنها لما استطاعها هو مش مستطيع كان زمان أيام ما كانت بخبع عشر تلاف وسبع تلاف كان فيه متبرعين كتير بيطلعهم إنما بقى توجه عمل المتبرعين لا مش عايزين إحنا نسأت فقير أولى صحيح إنهنا أحيانا يجي لي بعض الطلبات بإنه ساعدين أنطلع عمره وكده فبنشوف إنه فيه ناس عايزة تركب طرف صناعي فيه ناس مش لقية أوتيومها فيه ناس فالفلوس اللي هتروح في عمره وده كان أحيانا أراء وفتاوة بعض الشيوخ يقول له أحج ولا أجوز عشر بنات يقول له لا أجوز عشر بنات لا هو ربنا ما قالش كده إحنا معنا حالة برضو من ضمن الحالة قبل ما نعرض الحالة الجديدة ديت حالة صعبة جدا إحنا معنا واحدة دراعها مقطوع ورجلها الاتنين هي محتاجة حاجة غريبة هي تعلمت بإيد واحدة تخيط عايزة ما كانت غيطة ما عايشي هطلع عمره ولا جبل ديت فلو الحاجات دي غلية أهو بس هتجيب دخل إنما يعني العمرات وكده إنه الناس كتير بتبعت القصة دي ربنا يكتبها لهم يمكن حد يحب يطلع أو كده لكن في التبرعات بالذات التبرعات بتروح للأولويات طيب نروح نشوف احتياج شخص حالة من الحالات اللي محتاجة إنه الناس تسعيدها خلونا نشوف إيه احتياجها بالصبت ونرجع نكمل حلقاتنا ابني تعباء نتمنى ودهت الحلقة اللي يشوفوا ليه حال في صطف شاء اللي تعبت يتمنى يا ابني شيني وابي وربك ويس بعت عفشي بيتي بعت كل حاجة نعملها عشان نخلي مصطفى يقف عليك ليه ما فيش حاجة ربنا يخلي كده إيه حلمشون إنه إيه أبع أنا نفسي المقبر أسلب ماما زي من إياه سنداني أسلب ماما زي من إياه سنداني نفسي شوفيه اللي بيمشي ويدحق ويلعق أما مستخدم محروم من حاجات جديدة كلوا عيني أجل ما نموت نشوفه ماشي على إقلاب كويس كلوا عيني أجل ما نموت نشوفه ماشي على إقلاب كويس أنا عارف اللي ربنا بيمشي على وحشي أنا عارف اللي ربنا بيمشي على وحشي وده دي الحلال يهتموا بموضوع مصطفى ويهتموا بيه لإن علاجه غالي ومصارفه غالية وإعلاج طبيعا غالي وإحنا معضلنا خلاص جمنا آخر خلاص جمنا آخر كل حاجة نعملها عشان لنخل مصطفى يقف على إقلابك نشوفه ماشي على إقلاب كويس نشوفه ماشي على إقلاب كويس يا رب ودفنا وددنا الحلالة يا رب شغل دكتور حلم النبي يا رب يا رب أخاف رب أنا عاش فيه نفسي يا رب نفسي يا رب يا رب يا رب حولها على قواتها إلا بالله انتوا بتشتعلوا إزاي في القصة دي موجعة موجعة للقلب وإنك تفضل تعمل أنا لما بعمل برنامج برامضان ده بعية والله العظيم بعية لإنه إنك تفضل في وسط الشغل ده طول كل شغلك كده هو ما بيقسيش القلب فيه ناس بتقولك احنا تعودنا خلاص وعادي وتعودنا نشوف حالات كده بس بيوجه القلب بشكل مش معقول بص احنا بننطق دائماً اللي هتعرض على الشاشة خلي بالك مصطفى أرى منه هو حالة صعبة جداً إلا إنه هو بالنسبة لنا حالة متوسطة اللي فيه أشد من كده ونستحن نحن نعرضه على الشاشة اللي بنحاول نرقق قلوب الناس ونحمده ربنا عن نعمة اللي انتو فيه مصطفى من محافظة اللي حيرة عنده ضمور في العضلات وضمور على المخ مصطفى أهله صرفه كل شيء لدرجة إنه قالت حتى في التسجيل احنا جبنا آخرنا جبنا آخرنا بدأ عداد الصبر ينفت فربنا سأهالنا عن طريق الجيران دورنا احنا إن احنا نشحن العداد تاني احنا مش هنقدر نعالج الحالة على الكامل مش هنقدر والله أعلم إنما لازم نسند الصابر عشان يكمل في مسيرته في البلاء لأن ربنا بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير فاحنا عايزين بقدر الإمكان دورنا احنا بنية حفظ ولادنا بنية حفظنا بنية ربنا يحفظنا من تقلب الأيام عايزين نسطر أم مصطفى نفرش لها بيتها تاني بقت كل حاجة عايزين نعمل لها كفالة شهرية هتحسش بحاجة مصطفى بحتاج علاق طبيعي يومي غير العلاج اللي بياخده غير مصاري في البيت فاحنا عايزين نحسس مصطفى أمه إن لسه الدنيا فاخير وكمله في ابتلاق كل ربنا حبوكو فابتلاكو ويوم القيامة لما تقفهم بين إيدين ربنا عز وجل ويقول لكم إني أستحي أن أنصب لكم ميزانة وأنشرة لكم دي وأن يدخلوا الجنة لا حسابة لكم افتكروا الناس اللي سنددكو يا مصطفى هو مصطفى طالب إيه بالتحديد يعني هل في حاجة تساعده في حالته ولا بص الغات الآن الضمور لم يظهر له علاقة عشان نبقى متفاقين كل دي تجارب وتجارب غالية قوي ممكن حد من المشاهدين يقول أنا هبن حالة مصطفى ويعرضوا على أطباء كبار ياريت لكن أنا اللي يهمني دي لا يعني إيه اللي يحسن وضعه هل جهاز مثلا هل كرسي هل حاجة معينة بصي إحنا رقم واحد عشان مصطفى يحس بالأمل أكتر لازم نجيب له كرسي كهربائي عشان يخرج ويخرج بإيده بنفسه يتحكم في نفسه لازم نفرش بيته لازم نديله فلوس العلاج الطبيعي اليومي الكرسي يعمل كم مثلا ولا مش عارق آخر كرسي إحنا كنا شاريينه كان بحوالي 36 ألفين تمام كرسي كهربائي هو مشكلته بس إنه هو كل السنة بيغير بالتريات مثلا ب6 ألاف أو بعشر تلاف فمحتاج حد يتبنى يكفلوا إيه المشروع اللي نعمله هما مش فضين لمشاريع زي ما أنت شايفة الظروح لا لا صعب لكن أنا أفرش البيت أدوم شهرية سابتة حد يتبنى مصطفى يعتبره زي ابنه ويبعط له شهر سابت ونشوف بقى مشروع كويس لأهله هيتنسب معهم إيه بشكل والله لو فيه دخل كويس خلاص إن شاء الله لو فيه دخل كويس يكفيهم بقى لإنه الأم برضو مسؤوليتها صعبة جدا هي ما تقدرش تروح تقعد مثلا في كوشكة أو تسيبه طب هو لو احتاجها هتعمل إيه حتى بصي الأم كمان شايلة حملة جدا جدا كبيرة قاعدة في البيت مأساة هو ربنا عز وجل لما بيحب حد بيفتحلوش الدنيا بيبتليه الناس دولة أحباب ربنا اللي هيصيبوا منكو دعوة منهم أقسم بالله ربنا هيبارك إحنا لازم نسند الصابرين دولة يكملوا صبرو والله أنا ساعات أشوف ناس بيتأففوا من إيه بقى؟ يو بقى؟ الحاجات دي طب أنت بتتأفف من مجرد مشاهدة حاجة طب فما بالك باللي عايش في قلب هذا الاحتياج وهذا العوز يعني ودي على فكرة بيقولوها في إعلانات الحروق مثلا في إعلانات يو بقى يو بقى هو حد ضامن ممكن بكرة يحصل إيه ولا؟ فإحنا يعني بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى أنه يحمينا ويحمي ولادنا بإننا نساعد الناس دي إن احنا نخرجهم من المحنة دي هو بصي عشان نقول الحمد لله الذي يعافانا مم التلابية غيرنا ويعفينا ويفضل يعفينا محتاجين حمد عملي مش كلام لا هو عافانا إلى الآن ومحدش ضامن ربنا يسطرها علينا وعلى ولادنا وعلى حبيبنا يا رب احنا عايزين أرجوكو نحمد ربنا حمد عملي ونساعد مصطفى أنا عايز زي ما أنتوا ساعدتوا مع عبدالله مصطفى أحوج بكتير للمساعدة أم مصطفى أحوج بكتير للمساعدة عايزين نقول الحلقة اللي جاء إن شاء الله شكراً يا أهل البر وطق على العمل الجميل اللي أنتوا عملتوه مصطفى لازم أن يضحك زي ما بكي مصطفى نفسه يساعد أمه اللي بتساعده ما هوش قادر يعمل لها حاجة احنا هنساعد أم مصطفى بقى نيابع أم مصطفى هنخلق الابتسامة على وشها تاني بأن احنا نتصل عليها نحنا نروح لها نحنا نزورها زي الحبايب اللي راحوا زاروا أمه عبدالله راحوا لها المحلة مين هيروح بقى المصطفى في البحيرة في ضمن هور مين هم في البحيرة يعني ممكن حد تصل يقولك فين القرية اخذ العنوان بالزبط والتليفون وانزل يزورهم عايزين نعمل حاجة المرضي بقى تليء بالخيرين من أم المحال الخير فيه وفيه أمتي إلى يوم الدين الفكرة إلى يوم الدين لأنه هيفضل ماشيين بشكل متوازي الناس اللي محتاجة والناس اللي لازم تديهم لأنه حق معلوم أو حق للسائل والمحروم حق سواء معلوم أو غير معلوم هو حق هيفضل ماشي متوازي طول الحياة لغاية ما يعني يوم القيامة تقوم هيفضل الاحتياج موجود ويفضل العوز موجود ولازم ربنا خلق الفقر والغنى عشان ليبلوكم يعني الموت والحياة والفقر والغنى ده بتليه واختباء والشر والخير يا فتنة صحيح الناس اللي ربنا قدر لها تشوف حلقة النهاردة انتو مرزقين جدا يا رب والله يا رب يحتقهم يا أم هتساعد الحالة يا أم هتدعي أرجوكم اتصل دلوقت على 19-38 ادونا أمل ربنا يرجو التنية وهنشوف هنعمل زيارة لمصطفى ازاي بإذن الله عايزين مصطفى يضحك زي ما بكت عايزين أمه تضحك زي ما بكت عايزين ما يشيلش هم لعلاق طبيعي ولا غيره عايزين نحرك الإنسانية في قلوبنا ونبص لأيالنا كده حد يتحمل كده لأ يا بحمد ربنا وسند مصطفى بشكرك شكرا جزيلا دكتور هماد عوض رئيس ممسدارة جماعة البروات طقة المصرية شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة شوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله